برحب بك طبعا في البداية زميلي أمير إشام وأيضا كمان زميلي عزيز محمد سعيد وكل التحية لكل جمهور النادي الآلي في كل مكان تحدي جديد بقى المباراة القادمة وأجواء كلها تركيز مباراة للآلي والزمالك بعد غد إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لنادي الآلي فهذه المباراة هتفرق بشكل كبير جدا مع النادي الآلي شفنا الأداء زميلي أمير زميلي محمد بالنسبة لمباراة الاتحاد الأخيرة ويمكن ثلاث نقاط ساعدوا النادي الآلي بشكل كبير جدا مع نويا إنهم يكونوا في حالة تركيز كبير كنا بنتمنىها تكون معنا في المباراة الماضية لكن زي ما احنا عارفين طبعا يعني سوق التوفيق طبعا وبعد الأخطاء التحكمية اللي أثرت علينا بشكل كبير لكن خلاص صفحة وبتتقفل بنبص على بعدها عندنا تحدي كبير جدا وهي مباراة الآلي والزمالك اللي ان شاء الله بإذن الله بنتمنى لعبتنا تكون مركزة بشكل كبير جدا مسماني كمان المدير الفني الفريق النادي الآلي يقرى المنافس بشكل كبير جدا نقاط القوة الضعف والصغرات كل الأمور دي بيشتغل عليها بشكل كبير النهاردة بالنسبة لأول تدريب للنادي الآلي عايز أقولك طبعا زميلي أمير زميلي محمد إن التدريب مغلق إعلاميا تماما ده قرار مهم جدا وقرار بيكون فيه مصلحة النادي الآية ومصلحة الجهاز الفني فرض السيطرة وفرض التركيز وإن انت تدخل معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة ده أمر مهم جدا لفرض مزيد من التركيز لأن المباراة حساسة مهمة جدا لأن انت عارف أمير وعارف محمد خلاص احنا خلاص مباراة الزمالك وعندنا فصل تام بقى لي البطولة الأفريقية ومباراة غاية في الأهمية أيضا وغاية في القوة هي مباراة سانداونز لكن ان شاء الله بإذن الله تركيزنا الأقوى والأهم يكون فيه مباراة بطولة الدوري العام ثم ننتقل بدوافع جديدة وأيضا كمان برغبة كبيرة جدا لكل اللاعبين في مباراة البطولة الأفريقية الحالم الكبير لكل جمهور النادي الأهلي تدريب مغلق النهاردة لكن من الواضح أكيد التركيز الكبير بنشوف اللعبة وبنحس وبنشوف الأداء مع لعبة النادي الأهلي بنعرف أهمية الموقف وأهمية الفترة الحساسة اللي احنا متوجدين فيها تركيز اللاعبين مهم جدا ويمكن خلاص بقى مسلمين هيتكلم في كل النقاط الخاصة بيه الرغبة وبالدوافع وبكل الأمور دي لكن ان شاء الله بنتمنى نكون موفقين اليوم ده 90 دقيقة مهمة جدا مع النادي الأهلي في بطولة الدوري قبل البطولة الأفريقية يمكن ده ما يخص فريق قرية القدم بيه النادي الأهلي وعايز أكد كمان على نقطة مهمة جدا وهو حرص الكابتن محمود الخطيب الدائم على المسندة رسائل بيكون بسيطة جدا لكن احنا عارفين أي مباراة مهمة وجود الكابتن محمود الخطيب لرؤيته فقط لغير اللاعبين أو اللاعب أنها تشوفه خارج الخطوط ده بتزود رسالة كبيرة جدا وبيكون لها مرضود كبير فيها المستطيل الأخضر بنتمنى ان شاء الله أن التواجد الكابتن محمود الخطيب في أرض الملعب النهاردة فيها التدريب قبل الأخير لفريق النادي الأهلي تكون الرسالة واضحة جدا للجهاز الفني وليء اللاعبين أيضا كمان للنقطة الخاصة جدا كابتن محمود الخطيب النهاردة مع زيارته لعبة النادي الأهلي تواجد كمان النهاردة مع المدير الفني الجديد لفريق قرة السلة الرجال وهو طبعا ماريو بالما بحضور الكابتن رووف عبدالقادر وأيضا كمان الكابتن طارق الغنام جلسة مهمة جدا طبعا يمكن الراجل بيدي الثقة الكبيرة لأيضا ماريو بالما طبعا مدير الفني يمكن راجل السيفي بتاعه مشرف ومميز جدا طبعا شكرنا كابتن أشرف توفيق ويمكن وجهه له الشكر قال لكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل على كل الدور اللي قام به خلال الفترة الماضية وجدت بشكل كبير جدا الدوافع لماريو بالما المدير الفني الجديد اللي عليه أمال كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي إن احنا نرجع بقى بفريق السلة من جديد للبطولات والانتصارات كان سوء توفيق كبير وبعض النتائج يمكن أثرت علينا خلال الفترة الماضية لكن خلاص نقطة ومن أول السطر إن شاء الله بإذن الله الجهاز الفني بالكامل مع ماريو بالما المدير الفني لفريق رجال كورت السلة يقدر وحق أحلام جمهور النادي الأهلي بطولة الدوري بطولة الكاس كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله زميل أمير زميل محمد بنتمنى يا رب إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون في قيمة تركيزها النهاردة إن شاء الله يكون تدريب ومعسكر مباشرة أحد الفنادق القريبة جدا من استاد القاهرة هيعود النادي الأهلي غدا لأيضا كمان التدريب الأخير ثم خلاص العودة إلى فندق الأقامة واستعداد بكل قوة لمباراة الأهلي والزمالك اللي سيكون إن شاء الله يوم عشر على استاد القاهرة يا رب إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي دعوات كل جمهور النادي الأهلي سيقطنا كبيرة في الجهاز الفني سيقطنا كبيرة في اللاعبين إن شاء الله بإذن الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معنا ونقدر ننحق أثلاث نقاط سيساعد النادي الأهلي بشكل كبير في بطولة الدور العام ومنها إن شاء الله لي البطولة الأفريقية لكن في هذه اللحظات عودة الستوديو زميلي أمير شام وزميلي محمد سعيد